في مشهد مخيف ينذر بانفلات أمنية كبيرة تعود الاغتيالات إلى عدن بعد حادثة الاغتيال الكبرى التي طالت المحافظة كعاصمة مواقتة نتيجة للانقلاب الإماراتي الذي نفذته ميليشيا المجلس الانتقالي بدعم من السعودية الأنباء الآتية من مديرية المنصورة أفادت باغتيال الشاب عبدالله ناصر الكلدي ووفق مصادر محلية فإن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على الكلدي منتصف ليل الأحد الماضي عملية الاغتيال في المنصورة أتت بعد 72 ساعة من مقتل أحد الجنود التابعين لقوات مكافحة الإرهاب ولم تتضح بعد دوافع عمليتي الاغتيال الأخيرتين لكنهما تزامنت مع بسط ميليشيا الإمارات سيطرتها على كامل مدينة عدن وضواحيها وهو ما زاد من حجم التخوفات داخل المدينة الواقعة تحت انقلاب ثان على الشرعية تم في العاشر من أغسطس وفق مراقبين فإن تجدد عمليات الاغتيالات بعداً يرفع من منسوب القلق على المدينة التي أضحت في قبضة ميليشيات متطرفة تدين بالولاء لدولة الإمارات التي تعبث بوضوح في اليمن وهو ما يجعل المواطنين رهينة ميليشيا حاكمة وفوضاً أمنية في ظل غياب كامل للمؤسسات الرسمية التي علقت أغلبها أعمالها اشتركوا في القناة